موسيقى مهرجان سينما المؤلف لأن الكلمة مهمة بالكلمة يصنع الخير وعندنا مؤلف كبير جدا اسمه عبد الرحمن الشرقوي ده من أهم مؤلفين المسرح والكتاب المهمين قال الكلمة نور وبعض الكلمات قبور مفتاح الجنة بكلمة ودخول النار على كلمة بالكلمة تنكشف الغمة بالكلمة تتبعها الأمة عيسى ما كان سوى كلمة علمها علمها الخير للصيادين المهم أنا بقولك قد إيه الكلمة مهمة وقد إيه عبد الرحمن الشرقوي لما جاي يتكلم عن الكلمة إنها بيها ندخل الجنة وبيها ندخل نار لا بيها نتعلم الخير وبيها نتعلم من الشر وربنا سبحانه وتعالى لما خلق في إبداعه الإسلام أو بعت لنا الإسلام بعته لنا بالإعجاز اللغوي القائم على الكلمة فبما إن المهرجان ده معمول أو متقال عليه سينما المؤلف ده للاهتمام الأول بالمولود الأول الذي يبني عمل كبير إما أن يصبح دكتور سفير رئيس أو يروح في الحديد فده مهرجان محترم ومهم جداً أتمنى لدعمه أكتر هو الحقيقة منظم ومحترم من يوم ما جيت وما فيش سقطة شفتها حصلت قدامي لكن أتمنى أنه يدعم أكتر من كده كمان الأولانية كان في مهرجان سلا عن سينما المرأة وكنت بتكرم وفاق عامر عن مجموعة أفلام قدمتها مجموعة أعمال قدمتها لتخص المرأة أنتوا شكلين أنا حسني في مصر تصيبت الناس في الشارع حنيتهم على بعض إحساسهم ببعض البلد نظيفة قوي 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 أو ورقة بيضة أو خلص أكل يفضل مسك في إيده لحد ما يلاقي سلة يرمي فيها النهاردة بلف في الشوارع الشجر كله قد بعضه النهاردة مبارح كنت بلف مثلا رحت أحياء حسيت أن أنا في أوروبا مطاعيم مهمة جدا البونة عندكو ما شاء الله عظيم المغرب بتتقدم بشكل غير طبيعي يعني نعمة جدا نعمة كبيرة جدا أن يبقى عندنا حد بيعمل للمستقبل ربنا يحفظ الملك ويحفظ الجيش ويحفظ الوطن ويحفظكو أنتو كشعب لازم تبقوا وقفين في ظهر كل الناس اللي بتساعدكو والناس القائمة على خدمة الوطن والشعب التقيت بممثلين مغربة وأعرف منهم في منهم أصدقاء فاطمة خير وفي طبعا سعيدة كانت بطلة فيلم والوالة الروح أنا كنت أسمعها يعني اتفرجت على الفيلم كتير كنت سمع الصوت الولولة في السمع إحساس فضيع أنك تتفرجي على عمل تخشي جوا الشاشة فهلا عندكم ممثلين كبار وعزام هنا فاطمة خير عائشة وأحب كمان أتعمل مع سعيدة أمري أبدا ما التقيته ولا شفته بس أنا ولا أعرفه بس معرفش جلالة الملك غير في الصور لكن بجد أنا متابعة كل الحاجات اللي بيعملها جلالة الملك وأنا بشكره عليها وبحمله احترام ميت مليون مواطن مصري لأن قد إيه حد محترم محافظ على بلده أمن وأمان ما فيش عسكري واقف الشارع والدنيا كلها ماشية زي الألف أنا بشوف بعناي وبصور دي شغلتي فبجد برافو قد لالتي مبارح كانت السلطانة وقبل كده كان حسن يوم الافتتاح وأنا بشكركم زي المغربي زي بجد ملائم جداً كان ليا وده من الأزياء اللي أنا أحب ألبسها بعد كده أو حتبقى شكل حاجاتي في المستقبل اشتريت من هناك من السوق المغربي أحلى زيت أرجان للشعر واشتريت شامبو واشتريت سبون مغربي واشتريت بخور واشتريت سبار للشعر ويعني دي الحاجات اللي أنا مهتمة بيها واشتريت أعشاب عشان السدر المرأة المغربية المرأة المغربية لسه كنت بقول أنها تاج على رؤوس المغربة وتعلم العالم كله القيمة للمرأة أنها لا تقف عند حدود عادات وتقاليد لكن تصعد إلى الفضاء ولذلك صعدت المرأة المغربية أول مرأة مغربية صعدت إلى الفضاء هي كانت مغربية متفانية سيدة زينب بعت كل أو بعت كل اللي عندها عشان تعمل جامعات وتبني جوامع وتبني مدارس لاهتمام والمرأة المغربية بالتعليم المرأة المغربية كانت من أهم الدكاترة في علاج الجلد في العالم أنا عايزة بس أذكر اسمها هي من أهم الناس اللي عالجوا الجلدية في العالم هنا وفي مصر ده نادي صالح في مصر لأنها مصرية وعندكم هنا برضو أهم حد عالج بالأعشاب الصدفية لا أنت عندكم عالمات في مجالات عدة وفي تمام وفي التمثيل عندكم فاطمة خير عندكم سعيدة عندكم عائشة أنا بقى اهتمامي وأحمد الله أني مرأة أن المرأة ليست فقط خلقت من أجل اللي عيش في البيت وأنها الأولاد ومرأتهم لا هي مبدعة في كل المجالات ومحركة للأحداث احنا عندنا المرأة هي أول ما تنزل إلى الشارع في حالة إحساس إحساسها بالخطر على الوطن أعتقد أن أنت عندكم هنا ستات زي الرجال بالضبط ينزلوا جدعان جدا أرجو قال لا أكون قد قتلت لا ما فيش اختلاف ما بيننا في حاجة على فكرة المرأة المغربية نظيفة وجميلة وروحة حلوة وطيبة وحنونة عندنا في مصر المرأة المصرية نظيفة وجميلة ومحبة للخير وبتربي أولادها ومبدعة زي المرأة المغربية يعني إحنا فيما بيننا وما بين بعض حاجات كتير حلوة حاليا أن أشاهد حلقاتك في الدالي أعيد مشاهدة حلقاتك في الدالي الآن يعني أنت شفتني في الدالي ده أنتك جوزي جوزي ممتاز عملنا أعيد وأشوه أشاهده أنت وأيتك ربنا يخليك يا رب والأستاذ نور الشريف طبعا أستاذنا اللي تعلمنا فيه كتير الله يرحمه مدام سوسن بدر ربنا يديها الصحة وكل اللي كانوا في الدالي أصبحوا نجوم لأن محمد فوزي تبناهم الحمد لله يعني الله يديك الحمد لله الله يخليك ربنا يخليك جمهور سلطانة من السيدات ومن الرجال أرجو ألا يكرهني الرجال لأن أنا بقى فخورة أني سيدة بحبكم بزاف وإن شاء الله بإذن الله انتظروني يمكن والله أعلم في عمل مغربي قريب قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا في العشان يوتيوب وبرتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديروا جم اشتركوا في القناة